السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الطلبة بعد أن تعرفنا في الحصة السابقة على مفهوم الضرب في العدد 5 سنتعرف اليوم على الضرب في العدد 3 لازم يثاني حطوا جدول الضرب 2 و 5 والآن بدنا نحفظ جدول الضرب 3 أستكشف ما عدد حبات التفاح جميعها الآن عنا كم مجموعة من التفاح 1, 2, 3, 4 4 مجموعة بداخل كل مجموعة 3 حبات من التفاح إذن نقول 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 ماذا يعطينا؟ يعطينا 12 الآن جملة الضرب عبارة عن 4 عدد المجموعة ضرب عدد العناصر في المجموعة الواحدة ويساوي 3 4 ضرب 3 ويساوي 12 لو كتبنا النمط يثاني العدد القوزي إذن نكتب 3.6.9.12 إذن النمط هنا 3, 6, 9, 12 أتعلم يمكنني كتابة جملة الضرب التي تمثل المجموع الكلي لعدد المكعبات الآن من الطلع كم عدد المجموعات هنا؟ 1, 2, 3, 4, 5 عدد المجموعات 5 إذن نكتب 5 ضرب عدد العناصر في المجموعة الواحدة إذن 1, 2, 3 3 عناصر 5 ضرب 3 ويساوي 15 لو جمعناهم يعطينا 15 نقول الجمع المتكرر 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 ويساوي 15 الآن لو كتبنا النمط لعدد القفز والنمط 3 زائد 3 6 زائد 3 9 زائد 3 12 10 زائد 3 15 أتحدث كيف أجد ناتج ضرب عدد في 3 الآن نمثل أول شيء عندنا حوض من السماك إذن هذه مجموعة واحدة في داخل الحوض ثلاثة أسماك إذن 1 ضرب 3 يعطينا 3 لو مثلناها بالجمع المتكرر نكتب فقط 3 لأنه ما في عنا غير 3 نكتب 3 الآن عنا حوضاني من الأسماك إذن مجموعات 2 نكتب 2 عدد المجموعات بداخل كل مجموعة 3 عناصر من الأسماك 3 أسماك يعني 3 عناصر إذن 2 ضرب 3 يساوي 6 الجمع المتكرر لهذه المسألة نقول 3 زائد 3 ويساوي 6 الآن عنا 3 أحواض من الثلاث أحواض بداخل كل حوض ثلاث سمكات ثلاث أحواض يعني عدد المجموعات ثلاثة ضرب ثلاث ثلاث عناصر إنه ثلاث أسماك في داخل الحوض الواحد إذن ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي 9 عملية الجمع المتكرر ثلاثة زائد ثلاثة يساوي 9 إذن الثلاثة منجمعها ثلاث مرات هنا عنا أربع أحواض يعني أربع مجموعات إذن نكتب أربع ضرب بداخل كل مجموعة ثلاث أسماك يعني ثلاث عناصر أربع ضرب ثلاثة يساوي 12 الآن الجمع المتكرر عبارة عن ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي 12 عندنا هنا خمس أحواض بداخل كل حوض ثلاث أسماك إذن المجموعات عندنا خمسة نكتب خمسة ضرب العناصر عندنا ثلاثة خمسة ضرب ثلاثة ويساوي 15 الآن الجمع المتكرر إليها نجمع الثلاثة خمس مرة نقول ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي 15 طبعا يا ثاني ها تكتبوا لي على الدفتر جدول اكتبوا عنده العنوان جدول ثلاث تكتبوا لي الضرب جملة الضرب والجمع المتكرر والرسم اللي بمثل عملية الضرب هذه الثاني واجب على الدفتر ولا تنسوا حفظ الجدول عشان نأخذ فيه امتحان الحصة القادمة أتحقق من فهمي واحد عندنا ثلاث مجموعات في داخل كل مجموعة ثلاث صيصان إذن عدد المجموعات ثلاث عدد العناصر أيضا ثلاث ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة شمعناهم ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد ثلاثة تسعة اثنان عندنا هنا مجموعتان بداخل كل مجموعة ثلاث قطط إذن المجموعات اثنان ضرب العناصر ثلاثة اثنان ضرب ثلاثة ويساوي ستة الآن عندنا أربع أخصان أربع مجموعات على كل غصنين ثلاث عصافير إذن المجموعات أربعة العناصر ثلاث إذن أربعة ضرب ثلاثة يساوي اثنى عشر لو جمعنا ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد ثلاثة تسعة زائد ثلاثة اثنى عشر عندنا هنا أيضا ثلاث مجموعات بداخل كل مجموعة ثلاث سمكات إذن ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة جمعنا ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي أيضا تسعة في مزهرية سعيد أربع وردات وكل وردة عليها ثلاث أوراق ما عدد الأوراق التي على الوردات الأربعة إذن هنا عدد المجموعات أربعة لأنه عندنا أربع وردات أربع وردات يعني أربع مجموعات على كل وردة ثلاث أوراق يعني ثلاث عناصر إذن نقول أربع ضرب ثلاثة ويساوي إثنى عشر طبعاً يا ثاني الجملة الضرب حكينا جملة تبدلية يعني أربع ضرب ثلاثة يساوي إثنى عشر ولو في عنا مسألة ثلاثة ضرب أربعة شو تعطينا أيضاً إثنى عشر الآن أربع ضرب ثلاثة يساوي إثنى عشر نمثلها بالجمع المتكرر أن العدد اللي بننكرره ثلاثة كم مرة بننكررها؟ بننكررها أربع مرات إذن ثلاث زائل ثلاث زائل ثلاث زائل ثلاث شو يعطينا؟ يعطينا اثنى عشر أطلب إلى طفلي تجهيز خمس أطباق فضار في كل منها ثلاث حبات ثم سأله عن عدد الحبات جميعها إذن رح نكون عنا خمس أطباق هي طباق طبقان اثنان ثلاثة أربعة خمسة عفوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمس أطباق إذن طالب منا خمس أطباق بداخل كل طباق ثلاث حبات من الخضار حطينا هنا ثلاث حبات من الخيار ممكن تحط إنتي ثاني بندورة أو أي خضار بدك إياها إذن ثلاث حبات من الخيار بداخل الطباق الواحد وعندنا خمس أطباق إذن الجمع المتكرر ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي خمسة عشر الآن عملية الضرب عدد المجموعات عندنا خمسة ضرب عدد العناصر ثلاث خمسة ضرب ثلاثة ويساوي خمسة عشر الآن النمط ثلاثة ستة تسعة إثنى عشر خمسة عشر طيب يا ثاني وهكذا يا ثاني ننهي درسنا لهذا اليوم لا تنسوا كتابة هذا السؤال على الدفتر وكتابة الجمع المتكرر عليه وكتابة جدول ثلاثة وحفظه غيبا لكي نأخذ الامتحان الحصة القادمة إن شاء الله فيعطيكم العافية وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله